بجهد وعناء شديدين يحاول هؤلاء التلاميذ ممن سمحت ظروف أسرهم المادية بإدخالهم إلى المرحلة الابتدائية رسم مستقبلهم التعليمي على مضد أما منبقوا خاري أسوار المدارس بسبب الفقر فذك أمر يجيء في سياق ما وصفته منظمة اليونسيف بعدم العدالة التعليمية والفجوة بين أبناء الفقراء والأغنياء من حيث استعابهم في التعليم الابتدائي على مدى العشر سنواتنا الأخيرة لاحظنا ارتفاعا بعشر في المئة في عدد الأطفال الذين يتلقون التعليم في السودان اليوم ثلاثة أربع الأطفال السودانيين أي من يناهز 76% قادر على الاتحاق بالمدارس هذا إنجاز مهم لكنه لا يشمل الجميع فثلاثة ملايين طفل خارج أسوار المدارس وزارة التربية والتعليم بدورها اعترفت بما وصفتها بتحديات تواجه العملية التعليمية لكنها أنكرت وجود أي تعامل تفضيلي لها على أساس مادي بين مدارسها وطلابها فجوات بين أبناء الأغنياء والفقراء ليست من أدبياتنا بقوله بصدق جدا ليست في موازناتنا لتقييم أطفالنا إنه دي مدارس أبناء الأغنياء عندهم فجوة وابناء الفقراء ما عندهم وكما تعلمون يعني نحن عندنا زي ما قلتها عندنا الأشياء الجغرافية التوزيعات الكذا جهود الوزارة في الارتقاء بالبيئة التعليمية كثيرا ما تصطدم بشح الإمكانات المادية وهذا ما فتح الباب أمام منظمات المجتمع المدني وخاصة الشبابية منها لإصلاح ما يمكن إصلاحه نحاول على الأقل نوصل الكتاب، الكراس، القلم، الشنطة على أساس أنك من هنا يقدروا يعني ما إلقوا سغارات لأنهم هما يطلعوا من المدرسة خصوصنا أبا والأمهات هما بيكون دي سقر أساسي يعني هما قادر يوفر حق الكراس أو حق الكتاب ويقول مراقبون إن الخلل الذي أصاب التعليم الإبتدائي في البلاد يحتاج لإصلاحه مراجعة المناهج والعودة لنظام ست سنوات من الدراسة في هذه المرحلة عوضا عن النظام الحالي حيث تستقرق مدة التعليم ثمانية أعوام التعليم في السودان حسب خبراء وصل إلى مرحلة خطيرة من التدهور من شأنها أن تهدد مستقبل هذا البلد ما لم تنفذ الحكومة تعهداتها بزيادة ميزانيته ليصبح التعليم إلزاميا ومجانيا للجميع عبدالباق العوض الحرة الخطو